المنطق العقلي بحسب شرائطه لا يستطيع أن يزحف باتجاه منطقة التي كنت أتحدث فيها إلا بحدودي أنه لا يملك الأسباب التي تجعله ينكر ما ذكرته من الحقائق فهو لا يستطيع أن يلجى في أجواء منطقتي فأنا أتحدث في منطقة المنطق الغيبي وفقا لحقائق الكتاب والعترة المنطق العقلي لا يستطيع أن يزحف باتجاه منطقتي إلا في هذه الجهة من أنه يكون مؤيدا لأنه لا يوجد سبب بحكم العقل يدفع إلى إنكار هذه المضامين قطعا هذا الكلام يكون إذا أردنا أن نأخذ المضامين بعيدة عن قيمتها الغيبية المعصومة وإلا إذا كانت المضامين مؤيدة بالقيمة الغيبية المعصومة فإن العقل السليم يقر بصحتها للذي يعتقد بقيمتها الغيبية المعصومة الذي يعتقد بقيمتها الغيبية المعصومة فإن العقل السليم المجرد يقر بصحتها بالنسبة للمعتقد بمصدرها الغيبي المعصوم أنا لا أريد أن أناقش هذا المطلب وأتشعب فيه كثيرا وكذا بالنسبة للمنطق الأكاديمي فإنه لا يستطيع أن يتمدد وأن يزحف باتجاه منطقتي أما أنا أستطيع أن أتحرك باتجاههما باتجاه المنطق العقلي وباتجاه المنطق الأكاديمي كيف ذلك؟ سأبين لكم سأبدأ معكم من ثلاثة فيديوات هذه الفيديوات تتحدث عن أجسام طائرة في الفضاء مجهولة مواصفاتها لا تشابه مواصفات ما عندنا من أجسام طائرة في الأرض نحن عندنا أجسام تطير في الأرض الطائرات بكل أشكالها الصواريخ بكل أشكالها الأقمار الصناعية بكل أشكالها المناطيد بكل أشكالها هناك أصناف من الأجسام الطائرة في أرضنا هذه الفيديوات تعطينا معلومة عن أجسام طائرة في فضاء الأرض لم يستطع أهل الأرض أن يعرفوها أنا لا أريد أن أأخذكم باتجاه الحديث عن الخيال العلمي أنا أريد أن أضع حقائق بين أيديكم لا أريد أن أحدثكم عن أخبار تنتشر على الإنترنت لا يعلم صدقها ولا تعرف مصادرها أنا لا أريد أن أحدثكم عن أخبار تنتشر في الصحف والمجلات من دون أن ندرك حقيقتها وقد تكون حقيقية لكننا لا نملك الطريقة إلى معرفة صدقها من عدم صدقها فأنا لا أريد أن أأخذكم في جولة من الخيال العلمي أبدا سأضع بعض الحقائق التي لا يستطيع منصف أن ينكرها يريد أن يعطي لها بعدا لنفي هذه الحقيقة لنفي حقيقة أن أجساما طائرة في فضاء الأرض تتردد بين الفينة والأخرى في مختلف بقاع العالم وقد تتركز في بعض المناطق من العالم هذه حقيقة يريدون أن يعطوا لها أبعادا أخرى ذلك أمر راجع إليهم وأنا لا أريد منكم أن تتفقوا معي أنا سأعرض لكم الحقائق والأمر راجع إليكم احترموا عقولكم وسأعرض المطالب الصحيحة لن أذهب بكم في أجواء كل كلام يقال لأنني إذا أردت أن أذهب بكم في أجواء كل كلام يقال فهذه متاهة وهذا هزال لا يتناسب مع مستوى العقائد التي تطرح في هذا البرنامج سنة ألفين وأربع ميلادي طيارون أمريكان وهم في طائراتهم في الجو رصدوا رصدوا جسماً طائراً في الفضاء لم يعرفوا حقيقته هذا في سنة ألفين وأربعة ميلادي سنة ألفين سبعة سربوا هذا الفيديو سربوا فيديو الجسم الطائر في الفضاء والذي لم يكن جسماً أرضياً بحسبهم هم الحادثة حدثت سنة ألفين وأربعة في الأجواء الأمريكية والذين صوروها أمريكان طيارون أمريكان وسرب هذا الفيديو سنة ألفين وسبعة وبعد ذلك سنة ألفين وخمسطعش أيضاً طيارون أمريكان صوروا أجساماً متحركة في الفضاء ما هي من الأجسام الأرضية الطائرة سنة ألفين وخمسطعش وسربوا من الفيديوات اثنين مع الفيديو الذي سرب في ألفين وسبعة صار عندنا ثلاث فيديوات هذه الفيديو التي سربت البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية سنة ألفين وعشرين هي من نشرت هذه الفيديو و أقرت بها أقرت من أن هذه الفيديوات حقيقية لم يقول شيئاً عن الأجسام التي تظهر في هذه الفيديوات الفيديوات بعدما سربت حدث هناك ما حدث من كلام ولغط كثير في الولايات المتحدة الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية أرادت أن تقطع النزاع في هذا الموضوع فهي من بثت ونشرت هذه الفيديوات ونشرت على وسائل الإعلام من قبل وزارة الدفاع الأمريكية الفيديوات في الأصل صورها طيارون أمريكا الفيديو الأول سنة 2004 ميلادي وسربوه سنة 2007 الفيديو الثاني والثالث صوره الطيارون الأمريكيون سنة 2015 وسربوه سنة 2017 سنة 2020 بعدما حدث ما حدث من كلام ومن أخذ ورد حول هذه الفيديوات سنة 2020 وزارة الدفاع الأمريكية هي من رفعت الحظر عن هذه الفيديوات سأعرض لكم هذه الفيديوات مثل ما قلت لكم أنا سأضع بين أيديكم معلومات حقيقية لا أضع كلاما جزافا رجاء الآن اعرضوا لنا الفيديو الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا فيديو لجسم يطير في الفضاء صوره طيار أمريكي وهو في طائرته وهو في الجو وهذا الجسم لا يشبه الأجسام الطائرة الأرضية هذه الحادثة حدثت في الأجواء الأمريكية سنة 2004 سرب هذا الفيديو بشكل غير رسمي سنة 2007 وسربت بعد ذلك فيديوات أخرى وحدث ما حدث من كلام ومن تفسيرات اضطرت وزارة الدفاع الأمريكية أن ترفع الحظر بنفسها عن هذه الفيديوات التي هي تصور وقائع حقيقية الفيديو الثاني رجاء اعرضوه لنا حسنة لمدة هذه الفيديوة تبع الكفر المحلي قرارة لاحظة من شفر تمثل تبع لقد هذا الفيديو صوره الطيارون الأمريكان سنة 2015 سرب بشكل غير رسمي سنة 2017 إلى أن رفعت وزارة الدفاع الأمريكية الحضر عن سنة 2020 بشكل رسمي رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثالث سيكون سيكون سرعته هائلة جدا بحيث كان من الصعوبة أن يضبط تصويره هذا الفيديو في نفس تأريخ الفيديو الثاني 2015 وسرب 2017 وزارة الدفاع الأمريكية رفعت الحظر عن هذه الفيديوات الثلاثة هذه الفيديوات تنقل وقائع حقيقية أمام أعينكم لن أعلق أكثر من ذلك وإنما سأذهب بكم إلى البي بي سي العربي إلى تلفزيون البي بي سي العربي وسأعرض لكم التقرير كاملا حتى مع تعليقات المعلقين العرب إنني أريد أن أضع المعطيات بين أيديكم احتراما لعقلي ولعقولكم وأتمنى عليكم أن تحترموا عقولكم رجاء أعرضوا لنا فيديو البي بي سي العربي اعتادت هولي ود على تصوير المخلوقات الفضائية بهذا الشكل بلباس فضية لمية يتكلمون الإنجليزية ويركبون الصحون الطائرة لا أعلم لماذا ودائما لديهم مهمة في الأرض ويريدون أخذ شيء معهم مؤخرا رفع البنتاجون سرية عن ثلاث فيديوهات سبق أن تم تسريبها في عام 2007-2017 ويقول إنها ظواهر جوية غير مفسرة تظهر فيها إجسام طائرة مجهولة الهوية أو كما يسمى UFOs الفيديوهات التقطها طيار البحرية عن طريق كاميرات خاصة تعود لعامي 2004 و2015 هذا أولها يظهر هذا الجسم الطائر هناك بقعة ضوء صغيرة بسبب بعده طبعا غير واضح كثيرا هل يبدو لكم أنه الصحن الدوار؟ لا أعلم لنشاهد الفيديو الثاني وهو مأخوذ من فوق الغيوم مع تعليقات الطيارين على ما يرونه أما الفيديو الثالث فصوره الطيار أثناء تحليقه فوق المحيط جسم مستطيل مكعب يصعب رؤيته يخرج بسرعة فائقة من الكادر أو من نطاق حساس الأسلحة إلى اليسار ثم بعد ثواني يلتقطه الحساس من جديد ويبدو جسما سريع الحركة جدا الجمهور العربي له معرفة جيدة منذ الطفولة بالصحن الدوار وشوعع الفضاء والرزة المزدوجة والكواكب كلها وحيد الجلالي يقول وحيد الجلالي محمد لطيف البي جي دي لا هذه وحيد الجلالي لنبدأ بوحيد الجلالي يقول يوفو عدم جديد الظاهر مع أزمة كورونا سنحتاج لجراندايزر ودوق فليد لإنقاذ كوكب الأرض جاندال وكوكب فيغا لا أظن أن جراندايزر يستطيع ذلك لأن جونجر هو الذي سيسحقهم محمد لطيف البي جي دي يقول والله ما دري لكن ربما تكون مركبات تابعة لبرامج دفاعية أو تجسسية سرية لأن لها سابقة أثناء الحرب الباردة أما ليسا فران يقول أمريكا فقدت مصداقياتها مصداقياتها مع هذا الفيروس وأصبحت تتلاعب بعقول العرب الصغار يا أخي ما في لاصحون ولا ملاعق طائرة ماهر نوفل هذه تغريدة ماهر عندما تكون هناك مشاكل سياسية كبرى تجد موضوع الأطباق الطائرة يخرج إلى الإعلام أما بالنسبة لعلي أحمد علي يقول في هذه التغريدة التي أتوقف عندها بالعراقي من يموت أكثر من خمسين ألف شخص معناها القطاع الصحي متدهور ومن تطلع الأول بالصرف على السلاح وعايف الصحة معناتها تحتاج إلى تقرير البنتاجون بصرفة أجسام طائرة وإذا من 2004 إلى هسا أمريكا ما عرفت شنو هالأجسام لعد خل تقعد على صفحة وتشوف الناروسيا شنو الفيلم بما أن الفيديو تم تسريبه سابقا أو هذه الفيديوهات تم تسريبها سابقا لماذا إذن رفعت البنتاجون السرية عنها هذا ما قاله لتبديد المفاهيم الخاطئة لدى الرأي العام بشأن ما إذا كان الفيديو المتداول حقيقة أم لا أو ما إذا كان هناك المزيد من مقاطع الفيديو أم لا هذه ظواهر الجوية التي لوحظت في مقاطع الفيديو لا تزال توصف على أنها مجهولة الهوية الكونغرس الأمريكي بعد ذلك طلب من وزارة الدفاع أن تقدم توضيحا طلب من وزارة الدفاع الأمريكية أن تقدم توضيحا وأن تشرح ذلك في تقرير مفصل بخصوص هذه الفيديوهات وفعلا وزارة الدفاع الأمريكية رفعت تقريرها بتأريخ خمسة وعشرين واحد الفين وواحد وعشرين ها هو تقرير وزارة الدفاع الأمريكية أمامي على الطاولة بخصوص هذا الموضوع قبل انتشار التقرير وتقديم التقرير هناك فيديو يعود إلى قناة سكاي نيوز العربية إلى فضاعية سكاي نيوز العربية الحديث فيه عن هذا الموضوع وتحديدا قبل نشر التقرير بيوم يعني بتأريخ أربعة وعشرين واحد الفين وواحد وعشرين رجاء اعرضوا لنا الفيديو زال الأجسام الطائرة المجهولة تشغل الأمريكيين وإدارتهم فبعد تجاهل هذه الظاهرة تنتظر نتائج تحقيق بدأ في أغسطس الماضي بشأن هذه الظاهرة ويتوقع أيصدر الفنتاجون تقريرا بهذا الخصوص قبل نهاية الشهر الجاري وكان سبق ذلك تقديم نسخة سرية من تقرير الفريق المحقق إلى أعضاء مجلس الشيوخ في وقت سابق وذكرت معلومات حينها أن التقرير لم يعثر على أي دليل على نشاط كائنات فضائية ما المرتقب من هذا التقرير وماذا يمكن أن تكون هذه الأجسام الطائرة ينضم إلينا من واشنطن الخبير في الأمن القومي توم روغين سيد توم أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار السؤال الذي يطرح كل من يتابع وليس فقط الأمريكيين كل من يتابع هذه الظاهرة وتطوراتها ماذا وراء استمرار تجاهل هذه الظاهرة لسنوات طويلة وهل بإمكان اليوم تقرير البنتاجون إنهاء الجدل الحاصل حولها أعتقد أن النقطة الأولى التي ينبغي أن نعلمها هي أن الحكومة الأمريكية لا تعرف الكثير بشأن هذا الموضوع وعن أجسام طائرة المجهولة التي يعتقد بأنها طائرات أو أجسام ذاكية أو بأنها إذا كانت تابعة للصين أو روسيا أو الولايات المتحدة أو الشركات الكبرى إذن هناك مجهول وهذا حدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولكن الولايات المتحدة لا تعرف ما يحدث حقا لكن ما تعرفه هو أن هذه الأجسام الطائرة تتحرك بطريقة غير متوقعة فيزيائيا فهي مثلا ليس لديها الأجنحة وتقف فجأة في السماء وتبدو بأنها لا تتعب وتسافر آلافا من الأميال في ثوانا يمكن أن تذهب في الفضاء إذن هناك شيء غير عادي يحدث وفي الوقت ذاته من المهم أن نتذكر رغم أن تلك الأجسام الطائرة المجهولة هي مجهولة ولكن العديد من الأجسام الطائرة المجهولة هي طائرات فقط غير مجهولة أو هناك شهود ربما شاهدوا ضبابا أو خدعتهم أبصارهم أو ربما تكنولوجيا جديدة تستعملها دول مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة لطبعا لأتجسس على دول أخرى إذن هذا التقرير سيحدد ويقول بأن الحكومة لا يمكن أن تشرح أشياء ولكن أيضا سيقترح بأن هناك أسئلة كثيرة ينبغي أن تطرح قبل أن نصل إلى تأكيد أو فهم أفضل لما نتعامل معه في نهاية المطاف سيد توم هناك مجهول كما سميته يصرح ويمرح في فضاء أو في سماء الولايات المتحدة ولا يمكن لربما غض النظر عنه أو تجاهله وبالتالي اليوم التسريبات التي وردت قبل ما يصدر هذا التقرير تشير إلى أنه لم يعثر هذا التقرير على أي دليل على نشاط كائنات فضائية وبالتالي إلى أي مدى يمكن الوثوق بنتائج التقرير بتقديركم إلى أي مدى يمكن لهذه التحقيقات الخطرة التي الكل ينتظر يعني نتائجها أن تعلن للناس أعتقد بأنه من المهم أن نقول شيئا ما هذه ظاهرة دولية لا تحدث فقط في الولايات المتحدة إنها تحدث خاصة مثلا مع البحرية الأمريكية والحكومة الأمريكية تعتقد بأنه لأي سبب من الأسباب هذه الأجسام الطائرة المجهولة ربما تقترب إلى الأجسام أو المنشآت النووية ورأينا ذلك الرابط بين الطاقة النووية أو الأسلحة النووية والأجسام الطائرة المجهولة ولكن بنسبة الحكومة الأمريكية لتقول بأنه ليس لدينا أي أدلة بأن هذه كائنات فضائية فهذا جيد لأنه ماذا ستكون هل ستكون أجساما أو مثلا أناسا من الفضاء وثم يلقى القبض عليهم وسيكون هذا الشيء لا يصدق ما لدى الحكومة الآن أو ما في التقرير هو أدلة من الرادارات ومن أيضا من الجيش وحتى على الأرض هناك رادارات على الأرض وهناك أيضا كانوا شهودا من الجيش وأيضا كما فهمت فهناك على الأقل بعض المواد أتت من الأجسام طائرة المجهولة وهي بقايا الأجسام التي لديها أشكال لمعادن وطبعا هي غير تقليدية ولا يمكن فهم من أين جاءت أو كيف أنتجت إذن هناك الكثير من الأسئلة ولكن علينا أن ندرك بأن هذه القضية جديدة نسبيا لتصبح طبعا مثيرة الاهتمام للناس عموما وطبعا بفضل شخص اسمه ليزوندو والذي تحدث عن برنامج الحكومة الأمريكية خاص بالأجسام الطائرة المجهولة أعتقد بأننا على بعد سنوات قبل أن نصل إلى حقيقة لنعرف ما يحدث إذا كان هذا جنونا أو أن الناس يختلقون هذه القصص الحكومة الأمريكية بكل تأكيد تكترث لهذه القضية وعلينا أن نهتم سواء كان من الإعلام أو الجيش أو العلماء وغيرهم سيد توم هل يمكن أن يكون جنونا اليوم في عنا مقاطع مصورة بشأنها توفرت خلال الأوين الأخيرة هناك طيارون أمريكيون أكدوا وجودها أيضا رصدوها بوتيرة يومية يقال أن طيلت فترة التذريبات التي كانوا يجرونها جنوبي شرقي بحر فيرجينيا ويعود ذلك للعام 2014 وبالتالي المسألة ليست بالجديدة طبعا الأمر ربما يعود حتى 2004 ولكن حتى ربما قبل ذلك مع طبعا شهود من الجيش مثلا بشأن مشروع منهات في 1945 تحدثوا عن هذا الأمر أيضا ولكن الحكومة تجاهلت ذلك لوقت طويل لأنها لم تفهم ذلك ولم يريد أن يخيف الناس لأن الأمريكيين تعرفون بأنهم يقولون بأن إذا كان هؤلاء يطيرون في فضائنا فعلينا أن نتعامل معهم ولكن الآن التكنولوجيا تقدمت ولكن نعم لقد ذكرت تلك النقطة بشأن الطيارين والفيديوهات التي نشرت هناك الكثير الذي لم ينشر أيضا وحدث أيضا في بقية دول العالم وخاصة مع الجيش الأمريكي في العديد من المناطق مع طبعا حاملات الطائرات وغيرها إذن الكثير ربما سينشر ولذلك الحكومة تنشر هذا التقرير لأنها تعلم بأنها لا يمكن أن تتجهل هذا الموضوع وإلا فإن هذا سيمثل ضغطا كبيرا عليها وطبعا الفيديوهات ستنتشر ولذلك فعف عليهم أن يتخذوا هذا القرر بطبيعة الحال الكثير من التقرير تحدثت عن أشكال هذه الكائنات عن تكوينتها وبالتالي البعض يؤكد حتمية وجودها سنكون بانتظار نتائج هذا التقرير سيد توم روجين شكرا لك على المتابعة حضرتك الخبير في الأمن القومي وتحدثنا من واشنطن هذا البرنامج كان قبل نشر التقرير بيوم التقرير بين يدي بشكل موجز ومختصر لأهم مطلب في التقرير هو التفسير هو تفسير هذه الظاهرة هم وضعوا خمسة احتمالات الاحتمال الاول ربما تكون هذه الأجسام طيور بالونات تستخدم لدراسة الطقس او طائرات بدون طيار طائرات درون تستخدم لأغراض التسلية واللعب هذا الذي شاهدتموه في الفيديوات ينطبق عليه هذا الكلام طيور بالونات تستخدم لدراسة الطقس بهذه السرعة الهائلة طائرات درون تستخدم لأغراض التسلية واللعب هذا الاحتمال الاول الاحتمال الثاني بلورات جليد او ظواهر جوية بسبب تغير درجات الحرارة او الرطوبة هكذا تنتج اجساما تتحرك بهذه الطريقة اي منطق هذا على اي حال الاحتمال الثالث ان تكون هذه الاجسام تابعة لبرنامج وزارة الدفاع الامريكية السري عندهم برنامج سري قطعا لن يحدث عامة الامريكيين عنه نذهب الى فاصل عن داوود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله امامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله فقال ان الله ان الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الامة وخلق شيعتهم اخذ عليهم المثاق وان يصبر ويصابر ويرابط وان يتق الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركة والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وان يكون لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الامة والشيء وشيعتهم المثاق بذلك وإنما السلام عليه تذكرة نفس المثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه المثاق الاحتمال الرابع أن تكون هذه الأجسام ضمن برامج متقدمة لأنظمة روسية أو صينية الاحتمال الخامس أنه هناك أشياء أخرى ما هي هذه الأشياء الأخرى هناك أشياء أخرى احتمال الأول طيور بالونات للطقس احتمال الثاني ضواهر جوية احتمال الثالث برنامج وزارة الدفاع الأمريكية السري الاحتمال الرابع هذا راجع إلى الصينيين وإلى الروس الاحتمال الخامس هناك أشياء أخرى أنتم شاهدتم الفيديوات واستمعتم إلى المتحدثين واستمعتم إلى الإعلام وهذا أمر راجع إليكم مع ملاحظتي أن الفيديوات التي صورها الطيارون الأمريكان كثيرة جدا هذه الفيديوات التي عرضت ما هي إلا أنموذج ما هي إلا مثال هذا يعود إلى نهاية السبعينات إلى 1978 في الكويت طبق طائر بل ربما أطباق طائرة في الكويت رجع رجع أعرضوا لنا فيديو من جريدة القبس الكويتية القصة القصة بدأت لتاريخ 12 1978 لما انطفت محطة أم العيش التابعة لشركة النفط وعلى طول طلعوا سبع مهندسيين وفنيين ومعاهم خبير أمريكي عشان يعرفون وين الخلل ولما وصلوا وشافوا طبق طائر واقف في يم محطة أم العيش واستغرق وجود هذا الجسم أكثر من سبع دقائق وبعدها ارتفع وطار واختفع ومن طار رجعت الكهرباء للمحطة واشتغل جهاز اللاسلكي اللي من خلاله تم إبلاغ وزارة الداخلية وطبعا وحضروا الشرطة وعينوا المكان وأخذوا أقوال الشهود السبع وصار هذا الموضوع حديث للكويت وطبعا القبس غطت هذه الواقعة وقابلت مدير عام الشرطة اللي أكد بأن هناك مهندسين وفنيين ومعاهم خبير أمريكي شافوا الطبق الطائر وأن الأطباق الطائرة تحب لها ما كل المكشوفة وبعدها بثلاثة أيام تم تشكيل لإزنة من قبل مجلس الوزراء مكونة من وزارة الداخلية والدفاع والمواصلات لدراسة الموضوع وعرضها على مجلس الوزراء الموضوع كان شاغل الكويتيين لدرجة أن تلفزيون الكويت قابل شخصي تدعي بأنه شاف طبق طائر شوفوا المقابلة صور اللي التقطها المصور الصحفي علي شاش لما أطلق عليه الأطباق الطائرة وقبل أن تلتقط هذه الصور بدأت هذه القصة فلنسمحها معك الساعة 11 ونصف يوم الجمعة كنت أتكلم مع صديقي وكان الشباك مواجه لنادي القادسية وأنا كنت أتطلع على جهة نادي القادسية فوجد جسم المضي لفت ناظري بدأت نشك أنه يعني هناك بنسبة الأطباق الطائرة نزلت حقيقة أمورها كما يقول قبل شهر أو أكثر شهر ونصف ويعني القوة الخارجة للمملكة الطباق الطائر قدت لأنه تفكير يكون في هذه الصورة أي صح اللي سمعتو فعلا فوق نادي القادسية طبق طائر وكبرت القضية لدرجة أن الإمارات رفعت حالة الطوارع في محطاتها لمراقبة وجود طبق طائر في تصريح نشر بكورونا مع العالم الفضاء المصري فاروق الباز يؤكد بأنه لا يستبعد وصول طبق طائر للكرة الأرضية عشان تدرسنا وتدرس الأرض وفي تاريخ 24-1-1979 أعلن معهد لبحاث وفي مؤتمر صحفي بأن الأطباق الطائرة هو أجسام مضيئة وأنا مجلس الوزراء وافق على أن اللجنة تقوم بدراسة إمكانية إنشاء محطة لرصد أي تغييرات في الأرض والأجسام الغريبة والنجوم والنياز نذهب إلى المقابلة التي عرض الفيديو جزءا منها فيديو المقابلة عبر التلفزيون الكويتي في نهاية السبعينات هي الصور التي التقطها المصور الصحفي علي شاش لما أطلق عليه الأطباق الطائرة وقبل أن تلتقط هذه الصور بدأت هذه القصة فلنسمعها معا الساعة 11 ونص يوم الجمعة كنت بتكلم مع صديقي في مواضيع عادية وكان الشباك مواجه لنادي القادسية وأنا كنت بتطلع على جهة نهاية القادسية فوجد جسم مضيء لفت نظري فيما بعد طيب ممكن تتقول لنا هذا الجسم شكرا طبعا أنا عادي بتطلع في فوق نهاية القادسية بكل عادي كنت استمع لصديقي وعادي بس لأنه وجود هذا الجسم بصور مختلفة لفت انتباهي وخلاني أنبه أخلي معي بعدين يعني لكنا قصة لأطباق الطائرة وقلنا أنه طبق طائر بعد شديد صار بعد نهاية مجموعة من الشباب عشان شافهم معنا الصور عاي وقرر الجمع بأنه يكون طبق طائر أنا ركضت انزلت علشان أتصل في الصحف فجمعت مجموعة من الصحف اللي بقرعها عادة وحطيتها جنب التليفون واتصل حاولت أتصل في المرة الأولى انقطع الاتصال بتشويش في يعني اللي كنت بعتقده أمر عادي يعني شو في تداخل هاتفي أو من هذا القبيل بس إلا أنه أنا طرعت يعني تذكرت أنه الاتصالات الهاتفية بإمكانه يقطعها اللي هو الطبق الطائر عاودت الاتصال ما في فايدة طيب منين عرفت هذه منين عرفت من قراءاتك يعني بدون شك أنه هناك بنسبة للأطبق الطائر نزلت في الكويت مرات كما يقول قبل شهر أو أكثر شهر ونصف ويعني القوة الخارقة اللي بملكة الطبق الطائر أدت لأنه تفكيري يكون بهذه الصورة وعودت الاتصال مرة أخرى ما في أي مكالمة ما في رد يمكن من التليفون وفعلا قد يكون هذا احتمال من التليفون أو حرارة أو يكون التليفون يعني السواء يكون من التليفون ليس يعني السبب الخارجي بس إلا أنه ما قدرت ش أتحرك أبدا فترة دقيتين يعني أصبت يعني بذهول أنا وجسمي بطل يعني ما قدرت شقاهم لمدة دقيتين فقط شعور يعني بس فيما بعد نزلوا مجموعة من الأصدقاء على تعد و لما نزلوا إلى هناك أنا حولت الظاهر لأنه مرت فترة حولت الظاهر أنه ما صار شي يعني على أساس لأنه أنا لأكلت لحالي طيب هي عصابك يعني من هارة اللي شوفك الأطباق الطار اللي قريت عنها والشي غير إراثي بس هذا كان يعني كان مكمل يعني يعني كان مكمل يعني ما كان شي مثلا حالة نفسية يعني أو شي عادي للمسألة كانت بس إلا أنا شعرت بعدم تحرك ما عندي يعني قوة تحرك فيها أو أداء لمدة ثلاثتين تقريبا وعودت أنا في مواد لمنزل الشباب الأربعة عشان شوفوا ما سينا أتصلوا على هذا بعدين رجعت لي قوتي وصرت عاد يعني فاتكلمت أنا اتصلت في رئيس تحرير السياسة السيد أحمد الجار الله ورويت للقصة أنا وشرحت المكان اللي فيه والصور اللي بظهر فيها كما قلت الطبق فأرسل مصور معانا علي شاش نحن نسينا ترح الأطباق الطائرة يعني حديث شاغل للناس هو يعني عادة لما بيحصل أي شيء فجائي في الجريدة مثلا زائر وصل فجأة أو حادث لا قدر الله على طول الجريدة بتتصل بالتليفون بالبيت عندي أخذ كاميرتي وأتوجه للحدث أو للموضوع اللي مراد تصويره في الليلة دي تتصل بي الأستاذ محمد زين مدير التحرير وقال لي بيقوله أنه في طبق طائر فوق نادي القدسية تعرفه قال لي خد كاميرتك كنت نايم في الحالة دي والتليفون هو يعني صح فخدت الخبر واحد نايم وقايم ويقوله طبق طائر فوق نادي القدسية بقيت مش عارف يعني أخذ الكاميرا ولا أخذ الفلاش أو لتليفون فكان الخبر يعني مفاجأ لي فعلى طول لبسته وخدت السيارة والكاميرا وخدت كاميرتين معايا لأن عادة تحصل بعض تقف كاميرا بتاع واللي حسبت ولاقيته برضو يعني فخدت معايا كاميرتين ومعبين بالأفلام وروحت على مكان بس طبق طائر وكل شغلي تفكيري طبق طائر رحت على نادي القدسية زي ما بيقولي وبعدين طبعا وشي للسماء لأن والدنيا ليل ففعلا أول ما وصلت نادي القدسية وبعد نادي القدسية بشوية بين سينما الأندلس ونادي القدسية ظهرت قدامي دائرة ضوئية شديدة يعني شديدة الضوء وحجمها يعني كان يومها الأمر ظاهر فكانت تقريبا قل له هذه الصورة اللي جاء نشوفها فيه آه فكانت بالحجم الأكبر من كده فظهرت دامي بشكل مضيء جدا وبعدين بتدور حوالين نفسها بسرعة فائقة جدا يعني اللي لحظت إنها ليه بتدور بسرعة فائقة لأنه زي ملاحظ عملية دوران حواف الدائرة المضيئة نفسها ملاحظ عملية دورانها يعني طبعا يعني أنا زهلت جدا بالنسبة للمفاجآت بيه تعودت على إن الواحد يعني يتقبل الموضوع وبعدين يفكر فيه بعدين فابتديت طبعا من الشكل تغير ابتدى حوالي 12 دي أي يمكن كان بشكل دائري وبعدين ابتدى من الشكل الدائري ابتدى يتحول إلى هذا الشكل اللي هو قريب من المثلث تقريبا المسي غير متساوي وابتدى يتحرك الحركة في الأول ابتدت وقف الدوران طبعا وابتدى يتحرك وبعدين خد الخط المستقيم الكاميرا يمكن الموضحات دلوقتي وابتدى يتحرك برضو بالحركة البطيئة لحد ما من فترة الحركة البطيئة دي لفترة حركة سريعة جدا بدأ يختفي للصور صغيرة بعد كده أكبر فأصغر فأصغر إلى أن اختفى لا الصورة الدائرية فيه صورة المدورة أيوها دي ابتدى يبتعد عني شوي 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 إلى أن تلاشى في آخر صورة يعني الصورة الصورة الصغيرة آه خلاص تلاشى من آخر واحدة أيوني دي دي آه آخر صورة تلاشى من أمامي تدريقية أنا شخصيا سمعت في حينها من بعض الكويتين معلومات لا أريد أن أذكرها مع أنني أصدقهم أصدق كلامهم لأنني لا أملك عليها دليلا أستطيع أن أضعه بين أيديكم سمعت معلومات أكثر من كل هذا الذي قيل بخصوص الطبق الطائر الذي كان موجودا على الأرض في منطقة شمال الكويت باتجاه العراق في المنطقة النفطية الكويتية في الحقول النفطية الشمالية لا أريد أن أتحدث بكلام لا أملك عليه دليلا لكنني سأعرض لكم وثيقة من موقع الوثائق المعروف ويكيليكس تقرير مرفوع من الدوائر المخابراتية الأمريكية في الكويت إلى وزارة الخارجية الأمريكية عن هذا الموضوع رجاء أعرض لنا صورة الوثيقة الأصل هذه صورة الوثيقة الأصل للتقرير المرفوع من الدوائر المخابراتية الأمريكية في الكويت إلى وزارة الخارجية الأمريكية وعرضوا لنا الصورة الحديثة التي تعرض على موقع ويكيليكس بالطباعة الحديثة هذه الصورة طويلة الوثيقة طويلة فاعرضوا لنا هذه الوثيقة بشكل مقاطع هذه صورة لرأس الوثيقة وبعد ذلك أعرضوا لنا بقية المقاطع كل مقطع في صورة لوحدها الصورة الثانية الثالثة الرابعة الصورة الخامسة والأخيرة ما الذي جاء في هذه الوثيقة الذي جاء في هذه الوثيقة المرفوعة إلى وزارة الخارجية الأمريكية من مكتب شؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا النقطة الأولى سلسلة من مشاهدي الأجسام الطائرة المجهولة في 9 نوفمبر دفعت الحكومة الكويتية إلى تعيين لجنة تحقيق من الخبراء في معهد الكويت للأبحاث العلمية وصف تقرير اللجنة الذي صدر في 20 يناير ثمانية مشاهد من نوفمبر إلى 14 ديسمبر وكان هناك عدد من مشاهد مبكرة بالقرب من مركز تجمع شركة النفط الكويتية شمال مدينة الكويت إلى بقية الكلام أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء لكن التقرير يثبت أن هناك العديد من الحالات شهدت فيها الأجسام الطائرة المجهولة النقطة النقطة الثانية من أن لجنة البحث العلمي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية رفضت الفكرة القائلة بأن الأجسام الطائرة المجهولة كانت عبارة عن أجهزة تجسس ولكنها بقيت مبهمة سواء كانت من خارج الأرض أم لم تكن إلى بقية الكلام التقرير طويل النقطة الثالثة ذكرت ما تم الحديث عنه في فيديو جريدة القبس من أن جسما طائرا مجهولا كان موجودا في حقول نفط شركة النفط الكويتية هكذا جاء في النقطة الثالثة بعض الأشخاص المحليين قالوا إن مشاهد الأجسام الطائرة المجهولة التي جاءت في أيام عيد الأضحى من أنها لم تكن جدية البعض هكذا قالوا ومع ذلك فقد علمنا مؤخرا من معلومات من أناس متعقلين من الكويتيين وعن مسؤول رفيع في شركة النفط الكويتية عن جسم طائر مجهول ظهر لأول مرة في حقول النفط الشمالية مما تسبب في حدوث أشياء غريبة لمعدات الضخ الأوتوماتيكية لشركة النفط الكويتية فبحسب هذا المسؤول من أن هذه الأجهزة صممت لأن تغلق نفسها عند وجود عطل يمكن أن يلحق أضرارا بالغة بنظام تجميع ونقل البترول ولا يمكن فصله إلا يدويا في وقت ظهور الجسم الطائر المجهول أغلق نظام الضخ تلقائيا وعندما اختفى الجسم الطائر المجهول بدى النظام بنفسه مرة أخرى التقرير المرفوع إلى وزارة الخارجية الأمريكية ولم يتم تداول هذا الحدث من قبل تقرير لجنة البحث العلمي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية غلسوا عنه الطبق الطائر الذي نزل في شمال الكويت كان حقيقة وهناك ممن كان قريبا من المكان رأى أشخاص ينزلون من الطبق الطائر إذا صدقوا في كلامه إلى بقية هذا التقرير المرفوع إلى وزارة الخارجية الأمريكية هذه معطيات معطيات حقيقية الحكومات لا تتحدث عنها هذه حقائق مثل ما قلت لكم إنني سأعرض بين أيديكم مجموعة معطيات هذه المعطيات يصعب أن يتجاهلها الإنسان والحكم إليكم نذهب إلى فاصل عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الواد اليابس وهو رجل ربع وحش الوج ضخم الهام بوجه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبس وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على من بري عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه سأعرض لكم وثيقة مهمة أخرى يمكنكم أن تجدوها في الموقع الألكتروني الرسمي للأمم المتحدة مقرارات وقرارات الأمم المتحدة سنة 1979 والذي اتفقت عليه دول المنظمة المذكورة عدد الصفحات 278 صفحة هذه قرارات ومقرارات وقوانين اعتمدتها الجمعية العامة خلال دورتها الثالثة والثلاثين 19 سبتمبر إلى 21 ديسمبر 1978 في نفس الأوقات التي كان الكويتيون يتحدثون عن الأطباق الطائرة 15 إلى 29 يناير و23 إلى 31 مايو 1979 رجاء اعرضوا لنا الصفحة الأولى هذه الصفحة الأولى هذا غلاف ملف ملف القرارات والمقرارات التي اتخذتها هيئة الأمم المتحدة رجاء اعرضوا لنا الصفحة 237 هذه صفحة 237 واعرضوا لنا الصفحة التي وضعنا عليها إشارة حمراء هذا الموضع الذي سأقرأ عليكم ترجمته وعرضوا لنا الصفحة 238 وعرضوا لنا نفس الصفحة وعليها الإشارة الحمراء هذه صفحة 237 وهذه 238 أشرنا باللون الأحمر على المواضع التي تحدثوا فيها عن الأجسام الطائرة المجهولة في قرارات ومقرارات الأمم المتحدة سنة 1979 لو لم تكن هذه حقائق هل تتحدث عنها الدول ويناقشونها في هيئة الأمم المتحدة من جملة ما جاء في هذه المقرارات أحاطت الجمعية العامة علما بالبيانات ومشاريع القرارات التي أدلت بها أغرينادا أغرينادا دولة من دول البحر الكاريبي أحاطت الجمعية العامة علما بالبيانات ومشاريع القرارات التي أدلت بها أغرينادا وبالمناسبة هناك الكثير من الكلام عن الأطباق الطائرة في هذه المنطقة في منطقة أغرينادا والبحر الكاريبي أحاطت الجمعية العامة علما بالبيانات ومشاريع القرارات التي أدلت بها أغرينادا في الدورتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين للجمعية العامة بشأن الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر ذات الصلة ثانيا تدعو الجمعية العامة الدول الأعضاء المهتمة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة للتنسيق على المستوى الوطني في البحث العلمي والتحقيق في الحياة خارج كوكب الأرض بما في ذلك الأجسام الطاهرة المجهولة وإبلاغ الأمين العام بملاحظات وبحوث وتقييم هذه الأنشطة ثالثا تطلب الجمعية العامة من الأمين العام أن يحيل بيانات وفد جرينادا والوثائق ذات الصلة إلى لجنة استخدام الفضاء الخارج في الأغراض السلمية لكي تنظر فيها في دورتها في عام 1979 رابعا ستسمح لجنة استخدام الفضاء الخارج في الأغراض السلمية لجرينادا بناء على طلبها بتقديم آرائها إلى اللجنة في دورتها في عام 1979 وستدرج مداولات اللجنة في تقريرها الذي ستنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الرابعة والثلاثين العملية مستمرة من الدورة الثانية والثلاثين إلى الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة الرابعة والثلاثين بحدود ما في هذا التقرير لو لم تكن هذه القضايا موجودة على أرض الواقع هل يصل الاهتمام بها إلى هذا الحاد أقرأ عليكم من الجزء الخامس والخمسين من بحار الأنوار لشيخنا المجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 91 وهو ينقل هنا عن تفسير القموي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أمير المؤمنين يقول هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض مر علينا في الرواية التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية حينما ذهب إمامنا الباقر بصحبة جابر الجعفي إلى الفضاء وجابر الجعفي قال من أننا دخلنا في عوالم كعالمنا هذا من جهة البناء والعمران ومن جهة سكانه أمير المؤمنين يقول هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض مربوطة مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور طول ذلك العمود في السماء مسيرة مئتين وخمسين سنة من أي السنين هذه هذا أمر بحاجة إلى وقفة طويلة للخوض فيه وقت الحلقة صار طويلا وصار طويلا جدا لكنني سأختم بقراءة هذين الحديثين من دون تعليق من كتاب الخصال لشيخنا الصدوق وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي صفحة ستمية أو تسعة وتسعين الحديث الرابع عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه إن لله عز وجل اثني عشر ألف عالم كل عالم منهم أكبر من سبع سماوات وسبع أراضين ما ترى عالم منهم أن لله عز وجل عالما غيرهم ثم يقول إمامنا الصادق وأنا الحجة عليهم لا أجد وقتا للتعليق الحديث الآخر صفحة سبعمية وثلاثة عشر آخر حديث وسأذهب إلى موطن الشاهد من فالحديث طويل عن جابر بن يزيد عن إمامنا الباقر جابر بن يزيد الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول في آخر الحديث لجابر الجعفي وترى أن الله عز وجل لم يخلق بشرا غيركم بل والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين هذه الأحاديث بحاجة إلى شرح وإلى بيان لكن وقت الحلقة صار طويلا نلتقي غدا لازال الحديث متواصلا تحت هذا العنوان المشروع المهدوي ما بين تعظيم والتقزيم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر